تزخر اليمن والمحافظات الشمالية بشكل خاص هذه الأيام بموسم العنب بشتى أنواعه حيث تعد زراعاته واحدة من الأدوات المهمة في تحسين اقتصاد البلد تزخر اليمن بالمواسم المتنوعة لأزكى الفواكه التي تتميز بها بلادنا الحبيبة ومنها العنب بأنواعه المتعددة والتي قد تصل إلى أكثر من 14 نوع فها هو موسم العنب الآن يزخر بكل ما لذ وطاب من أنواع العنب العنب معنا 14 نوع وأفضل العنب هو البياء وبعدها الرازقي والعنب هو الرازقي وسود وعاصمي وعرقي وزيتون وحاتمي عدة أنواع وأفضل الشيء هو البياء أنواع العنب الرازقي والأسود والعاصمي والبياض والجبري والزيتون والعرقي وللعنب اليمني مذاقه الخاص ومزارعه الخاصة وأنواعه المميزة والتي يقول البعض أنه إذا ما تم الاهتمام بها فقط وتصديره فإنه قد يرفع اقتصاد اليمن إلى أعلى نساب والذي قد ينافس به عربيا وربما عالميا بلادنا هي بلاد الخير وبلاد مشهورة بالفواكه والزراعة تتميز الأرض الطيبة أرض السعيدة بالفواكه المتنوعة إذا ما تم الاهتمام بها من الجهات المعنية فاليمن أرض الفواكه جميعها ومناخها هو الأرواع من بين مناخات العالم مناسبة لجميع الفواكه والخيرات التي يزخر بها بلادنا الحبيب ترجمة نانسي قنقر